ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر الغيبية في بداية الاجتماع وفي ضوء المرسوم الملكي السامي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالعفو عن عدد كبير من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك فقد وجه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي وزير الداخلية وسعادت وزير العمل بالتنسيق لتسجيل المشمولين بالعفو الملكي السامي ضمن المستفدين من إعانة التعطل للباحثين عن عمل بعدها أعرب المجلس عن أصدق تعازه إلى سلطانة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التي اشتاحت ولاية المضيب سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته وإسكنهم فسيح جناته وأن يمنع على أسرهم وذويهم بالصبر وحسن العزاء بعدها تابع مجلس الوزراء المستجدات والتطورات الخطيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وتدعياته على السلم والاستقرار في المنطقة ومشددا المجلس على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية والتمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة كما طالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤوليتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات في المنطقة موسيقى موسيقى بعد ذلك قرر المجلس مايالي الموافقة على المذكرة التالية أولا المذكرة معالي وزير الداخلية بشأن الإجراءات المستقبلية المطلوبة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث كلف المجلس الجهات المعنية بتنفيذ المبادرات الاستراتيجية بهذا الصدد وفق إطار زمني محدد مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية حول إنشاء شركة البحرين للكهرباء والماء القابضة مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية حول تعديل المادة الأولى من القرار الخاص بعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب كما استعرض المجلس المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن عضوية مملكة البحرين بعدد من المراكز الدولية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول مبادرات تطوير سوق العمل مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول عدد من مذكرة التفاهم بين مملكة البحرين وسلطنة عمال الشقيقة